صلاة التراويح هل هي جزء من قيام الليل؟ هل صلاة التراويح جماعة بدعة حسنة أم سيئة؟ حتى يتبين لهم أنه الحق أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة بسرعة أحببت أن أتناول معكم هذه الخاطرة حول أهمية هذه الصلاة الحقيقة أخي الحبيب أي صلاة تصليها في الليل هي قيام ليل يعني في الإسلام لا يوجد صلاة تراويح وصلاة قيام ليل وصلاة كله قيام ليل كله قيام لله عز وجل ولكن هذه مصطلحات وأسماء كلها تعبر عن شيء واحد هو أن تقف لله في الليل وتسجد وتركع له طيب لماذا يجب أن نهتم بهذه الصلاة؟ هذه الصلاة على فكرة لم يتركها النبي لا في رمضان ولا في غير رمضان نحن نظن أو كثير مننا يظن أن صلاة التراويح فقط في رمضان لا في كل السنة لأن النبي لم يترك قيام الليل ولا مرة هي السنة مؤكدة فكان يصلي على الأقل ثمان ركعات كل يوم في رمضان وفي غير رمضان وفي رمضان يزيد هذا العدد إلى عشرين وقد يقل أو يزداد في أيام أخرى يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لنا عددا لكي لا يفرض علينا يعني الصلاة المفروضة معروفة الصبح ركعتين الظهر أربع ركعات العصر أربع ركعات المغرب ثلاث ركعات الأشياء أربع ركعات هذه الصلاة مفروضة ومحددة أما السنن والنوافل وقيام الليل فالأمر مفتوح أمامك أخي الحبيب كلما أكثرت من الصلاة كان أفضل ولا يأتي أحد يقول والله صلاة التراويح لا لأن النبي لم يتركها لا في رمضان هو في غير رمضان فكل يوم كان يقوم الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يمضي ليلته يعني دعونا ننظر إلى حياة النبي أول من أوائل السور التي نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان معظم الليل يقوم وهو يطبق هذه الآية في سورة الذاريات التي تصف لنا المتقين الذين ستكون حياتهم يوم القيامة في جنات وعيون ماذا قال تعالى؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قليلا ما يغفل وينام ويهدأ في حالة قلق وبالأسحار هم يستغفرون سبحان الله أين نحن هذا الكلام؟ حقيقة نحن بعيدون كل البعد عن هذا الكلام نمضي ساعات في الكلام الفارغ وأحاديث ستكون حسرة علينا يوم لقاء الله صدقوني أيها الأحبة النبي حذر قال إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله لن تستفيد شيئا من هذا الكلام الفارغ اجعل معظم كلامك إما قرآن أو دعاء أو صلاة أو إصلاح بين الناس أو كلمة طيبة تقولها انظر معي أخي الحبيب إلى هذه الفئة التي أيضا مدحها الله أمن هو قانت آناء الليل قانت يعني خاشة متدبر متذلل يطلب يدعو الله يرجو رحمة الله يخاف الله هذا هو القنط أمن هو قانت آناء الليل ما معنى آناء الليل؟ أي أجزاء طويلة وأوقات طويلة من الليل وكأنه يريد أن يقول لك معظم الليل هو في حالة قنط أمن يعني أين هذا الشخص الذي يطبق هذا الكلام اليوم؟ أمن هو قانت آناء الليل طيب ماذا يفعل؟ يجلس على الموبايل أو على الأغاني أو مسلسلات أو كرة قدم أو أحاديث يومية متكررة؟ لا ساجدا وقائما ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كأن القرآن يريد أن يقول لنا أنتم اليوم في مستنقع الجهل نعيش في مستنقع الجهل لماذا؟ لأننا غافلون عن يوم القيامة هذا اليوم أخي الحبيب ستدمر فيه الأرض ستبدل الأرض غير الأرض الجبال ستسير وتدمر البحار ستشتعل السماء تنفطر تتمزق الأرض في حالة زلزلة إن زلزلة الساعة شيء عظيم طيب كل هذه الأحداث بانتظاري وبانتظارك ثم ننام ونغفل والله أحدنا لو سمع فقط خبر أن هناك احتمال أن يضرب زلزال منطقة ما لا يستطيع النوم ولا يهدأ له بال طيب كيف بزلزلة الساعة التي تنتظرنا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم القيامة هو قريب جدا المؤمن يراه قريبا لذلك في سورة النحل ماذا قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون يعني أمر الله تحقق وأتى وجاء ولكن بانتظار فقط هذه اللحظات تمر أو هذه الأيام أو السنوات حتى لأن السنوات في عمر الكون لا شيء كوننا عمره أكثر بحدود 13 مليار سنة أو 14 مليار سنة فعمرنا كله لا شيء أمام عمر الكون إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فلذلك أخي الحبيب من هنا يمكن أن أقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلت تراويح جماعة لم يقصد أن يقول إنها ليست سنة ولا تصلوها جماعة لا هو اجتهد وجاء إلى المسجد ولما رأى الناس اجتمعت كل يوم فغاب بعد عدة أيام وقال خشيتوا أن تفرض عليكم رحمة بنا فترك المجال مفتوحا أمام من أحب أن يصلي في المسجد الصلاة ب27 ضعف يعني أنت إذا كان أجرك مثلا في الشهر ألف دولار تعمل من بيتك يقول لك اذهب 500 متر فقط وعمل هناك تأخذ 27 ألف دولار هل تظن أن هناك إنسان عاقل يترك 27 ألف ويجلس في بيته لاحظ أخي الحبيب فهذا هو الفرق أن الصلاة في المسجد 27 ضعف الأجر يعني طيب صليت في البيت لا مشكلة لأن النبي صلى في بيتي طيب صليت ثماني ركعات جيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأقل ثماني ركعات كل يوم طيب صليت عشر ركعات جيد ثم توتر طبعا بركعة طيب صليت عشرين ركعة أفضل طيب من أحب أن يزيد الله يقول لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون تستطيع أن تزيد كما تشاء ولكن لا تجعل ذلك سنة تفرضه على غيرك لأن العبادات لا يجوز أن نزيد فيها زيد بينك وبين ربك استغفر الله مليون مرة صلي مليون ركع ولكن لا تفرض على الناس أن يقلدوك هي هذه المشكلة فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الليل وهي ذاتها صلاة التراوي كل أيام السنة فإذا ليست بدعة صليتها جماعة طيب هذا أمر طيب النبي صلىها جماعة ثبت ذلك عنه صليتها في بيتك جماعة أو منفردا أيضا النبي طبق ذلك فإذا أخي الحبيب أنا بنظري لا تشتت ذهنك بين الاختلافات في الفتاوى واختلافات الفقهاء يعني هذه الأحكام لا اجعل نظرك على الآخرة ليكن همك رضا الله كيف أرضي الله والله ثق تماما هناك إنسان يصلي كل يوم مئة ركعة ولكنه يصليها رياءا ونفاقا سيكون في جهنم يوم القيامة المنافقون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهناك إنسان قد يصلي ركعتين فقط بإخلاص يدخل بهما الجنة سبحان الله فإذن القضية قضية إخلاص أخي الحبيب القضية ليست بالعدد أن تكون مخلصا في عبادتك لله إذن لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من قيام الليل أكثر من صلاة التي تسمى صلاة التهجد وهي قيام ليل طبعا اجعل ليلك حالة حذر للآخرة فكر بلقاء الله فكر أنك سترضي الله وبالتالي ستختفي هذه الأسئلة من ذهنك ثماني ركعات أو عشرين وكأنه هم يعني لا يا أخي الصلاة الصلاة هي أكثر شيء يقربك من الله وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء لله عز وجل نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة